بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا الله أكبر سمع الله لي من حميده الله أكبر 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 أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله 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 أكبر 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 الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله بسم الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب فهب يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر 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 سلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 ب ready you have blanket permission to reside in the land where disbelief is the norm. There is a condition. One, you must be able to practice your Dean. We have very little difficulty in practicing our Dean in this community. The other thing though, is that you make a point to call to the faith. long day to spread the message of Islam to reach out to the people around you and not remain sheltered in your bubbles الحمد لله the Islamic center of Irving is somewhat of a rarity many Islamic centers and many of you are probably familiar with this بưng non appreciável إليņك إرانيًا أفور العزوم التواطفًا تلك أفور عزوم العزوم التواطفًا تYoئوًا ال� swingingيساً واضعن معن صداح التعميل الشبادتي أسرور نبج precisely أسرور الهم فسلطة لهم فسلطة لهم فسلطة لهم فسلطة لهم الحمدلله ICI has that الحمدلله ثم الحمدلله I've been blessed to be in that position for this community we've been very fortunate not all of you can see this because it's at a bad angle for a few of you we've been very fortunate to have so many different avenues where which were able to attract the people's attention to spread the message for them just a few of them are listed here many of you are familiar with by now the mobile food pantry that we do currently twice a month last year that same food pantry delivered over 140 thousand pounds of food to people in our community needy people in our community this year we're doing it twice twice a month we're expecting we will probably hit a hundred and eighty thousand pounds of food in the six months that we'll be doing this that's just one avenue and that's drawn a lot of attention from people all over the city and so grateful to have this service in Irving because there's not many places in Irving that are doing this convert services obviously I'm a convert I spent 25 years dealing with converts and convert issues and educating them and guiding them and mentoring them and doing everything else and I'm in the same position now I'm having the opportunity to sit with people and talk to them when they are at their most pivotal moments in their life when the total transformation that takes place when someone leaves a faith and accepts the light of Islam and all of the inherent difficulties that come with it because it's not a cakewalk for most converts they face enormous difficulties up to and including being kicked out of their homes being abused physically verbally psychologically taking advantage of they need our help they need our support and that's what we do that's what we try and do by the will of a law prison outreach for many years we have been visiting we had a team of volunteers visiting four different prisons in the Texas the TDCJ the state prison systems they expanded that to eight different prisons up until this Ramadan I was visiting four of them myself every month minimum 125 miles one way and I would spend the day with them and you have no idea if you've never been in a prison you have no idea the thirst the hunger the desperation they have for anyone to show them that they care to show them that their continued guidance means something open doors open hearts was the open the open house program that we've had for many years on Sundays we're still in the process of opening it back up because of course of all of the different things that have been going on but we've had open houses more informally organized very recently with groups sometimes numbering in the 50s or more coming to ask questions to learn to be exposed to the religion to the faith etc some of them very young students some of them older college age students guest visits actually just was very blessed may allow reward the family of this young brother but one of our young men brought his teacher to me just as we were finishing Maghreb and he told me his teacher was very interested in Islam now this was totally unplanned I still hadn't finished my iftar so we went back to my office and we sat and we talked earlier in the day I'd scheduled two or three more visits over the weekend of people that are interested to talk and to have more conversation to hear more and possibly take their shahada so many guests are coming art and food festivals many of you remember the food festival we had last November was the biggest one we've had yet and it was everybody enjoys it everybody loves to have good food especially right now we're all really thinking about food quite a bit right now but we have lots of the food festivals we're thinking about doing another one before before the fall in May or June maybe doing another one a mid year one because it was such a positive response from people and the art festival which the last one we planned was right at the beginning of the pandemic so we missed out I had been in conversations with the Irving Art Center to have an art exhibit unfortunately their calendar got full and now it's been pushed at least another year or so away but we're in conversation of having an Islamic art exhibit in the Irving Art Center as well as doing our festival again as well the drive throughs we just we're talking about that the food pantry the drive throughs is kind of one in the same we're in the process of restarting our food pantry in a much more organized fashion great days of service which we haven't done in a while but this is again where we're serving the community this is one of the greatest ways for people to get a chance to meet us and talk to us people are more at ease when they don't feel like they're being preached to sometimes and it's easier to break the ice with them to start the conversation all of these things are things you help make happen the Dawa booths which we haven't done for a very long time but in this month alone we're going to wind up with four I just did two presentations to the city this week one at the library which was organized by the city they actually gave gifts to the people that attended and one at the museum next to city hall for the city employees which was over 50 people standing room only that came to here and trust me I have a hard time being short and sweet in my speeches so they stayed for well over an hour and asked lots of questions it was great and it was recorded and is going to be broadcast on ICTN and be part of the Irving University program that they have as well and then we have another one a resource fair where we're going to have a booth in about a week with ISD and then in May there's another event in the city city event cultural event where we're going to have another booth so volunteers people that have been itching to get out there and do something there's opportunities coming for you you just have to speak up all of this and more are the things that you help us do but it's not easy it doesn't come cheap and we've been relatively invisible because most of what I do is outside of these four walls even the convert work is done usually it's in parts of the building that no one knows about and no one's aware of even there's a deaf halakha that I've been assisting with monthly that of course no one knows about because we don't make a lot of noise since they're deaf you got that joke I appreciate that but we need your help we need your help I didn't even look at the time when I started but I'm going to keep talking until they kick me out we need your help we're here to get some assistance from you there's brothers who have baskets with cards and pens we need to fundraise and we need as much as we can get so that we can continue to do this work and expand there's lots of ideas about expanding but we can't do it without funding and right now we have almost no funding right now so what we're going to do is this we're going to keep it sort and sweet I'm looking for one thing and one thing only as many hands as I can see here and above one hundred dollars a month one hundred dollars a month it's roughly one thousand dollars so all we need is people that are willing to commit to one hundred dollars a month you better be careful Baba's not going to be happy with you if you do pledge without his permission one hundred dollars a month one hundred dollars a month where's my guys right behind you one hundred dollars a month is all we're asking in the back there another over here we got we got okay we got two over here mashallah you guys are going so fast I'm having a hard time keeping up Alhamdulillah okay here we go slow but sure they were enjoying the talk so much they kind of fell asleep they weren't ready for the transition one hundred dollars a month that's all we're asking that works out to roughly a thousand dollars if we get enough of you to do that we'll be able to make a dent in the need that we have in order to keep this work going and expand it and make it grow our hope is to have a much greater presence a media presence much greater publicity for the things that we do much greater attention for what it is that we're doing many people around the DFW you may or may not know this but many people around the DFW notice what's happening in outreach in the ICI because as I said many of them they don't have an outreach department to speak of they have almost nothing so again people if you say again the bill oh thank you I don't know why I'm forgetting that the billboard for those who haven't seen the billboard we ran a campaign for a few months last year for the food festival and the end of year DOWA message we currently have a billboard in the parking lot of Irving Mall facing okay facing 183 and we're going to have that through August needless to say it's not cheap but it has a huge impact there's a lot of there's a lot of attention a lot of pull that it has for us inshallah so that's going to be going on and actually we're going to have starting Monday for one week we'll have another billboard on 360 heading north towards towards 183 it's a long story it's a correction correction for something they did by accident but we'll have another billboard for a week starting on Monday that'll have another message a DOWA message in that case so again we're still looking for as many individuals as we can one hundred dollars a month works out to be roughly a thousand dollars if you're willing and able raise your hands so that they can see you and they can get the cards to you we have some sisters that are offering to help us upstairs so sisters we know that you that you have money of your own sometimes more than the brothers you do a good job of hiding it we don't know where it goes but somehow or another it shows up so a hundred dollars a month roughly a thousand dollars a year if you can help us please do help us and we absolutely need your help in the programming that we're doing as well inshallah one hundred dollars a month keep raising your hands until you get your cards such a you're gonna get him in trouble yeah we're gonna make it a twofer right there it's gonna one one hundred a month one hundred a month right there yeah one hundred dollars a month it's really not that bad come on if you think about it I wanna shift your mind for a second think about it for a second what do you spend a hundred dollars a month on typically many of us we have internet services or we have streaming services or other things that we're paying at least that much sometimes that we don't even think about if you break it down that hundred dollars a month throughout the course of the month is roughly three dollars a day many of us are drinking much more expensive coffee or tea every day than three dollars a day can you afford to sacrifice one cup of coffee every day to help with the DOWA in the north Texas to expand it because I do get calls from well outside of the immediate Irving area I go as far as Fort Worth the far west end of Fort Worth and all the way up into Collin County and beyond etc and then the prisons like I said some of them are up to three hours four hours away I have one minute left so I wanna see as many hands as possible shoot up one hundred dollars a month now what I'm gonna say is this as we're transitioning one hundred dollars a month is the ask roughly a thousand dollars for the year if that is too rich for your blood then I'm going to say this I do things a little differently than many people you know Allah knows your true capacity to give Allah knows your true capacity to give even more I want you to ask yourself one question when you stand in front of him and he asks you about when you were called upon to give to help spread his word and you had the ability what are you gonna say if you don't answer in the in the affirmative whatever it is if it can't be a hundred dollars that's fine don't forget and I'll end on this point don't forget that the prophet sallallahu alayhi wa sallam had mentioned that in one instance that there was an instance he described where one overcame one thousand and he won dirham surpassed one thousand the reason being was the sincerity and the sacrifice of the individual when they gave that single dirham so it's not about the amount I honestly wallahi I don't care about the amounts but give from the depth of your heart understanding and recognizing the need and the importance of the issue whatever it is a hundred dollars a month is what we're asking that's a nice round number but if you can't do that that's fine Allah knows your condition give what you are able but don't hear this call and not answer in the affirmative at least with your dua if you can't give anything else give us your dua ask for Allah to make our hearts sincere our work acceptable and the results successful جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك غطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله أكبر سمع الله لي من حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله 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 ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله 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 ورحمة الله الله ورحمة الله 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 ورحمة 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 الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أخدك فتقول هل أدلكم على من يكفنه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزد وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثن جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهباها إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخر ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأت هم من قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أوحينها إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة الله أكبر 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 من المعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أمين 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 ويخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نظل ونقزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وديدين الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك اللهم إياك نعبد ونك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واخنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وجعله حجة لنا ولا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الفردوس هي دارنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنياننا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخغتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه الخير كل الخير ومن أرادنا وأراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل تدبيرهم تدميرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم هؤلاء عبادك حضروا في بيتك يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم فاعطهم ولا تحرمهم وأكرهم ولا تهنهم وآثرهم ولا توثن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألِّف بين قلوبهم وألِّف بين قلوبهم وألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم وأصلِح ذات بينهم وانصُرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفِّذ عنا سيئاتنا وتوفَّنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله there will be قيام at 2.30 those voters who are able to join please do so إن شاء الله there will be قيام at 2.30